بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاةً وسلاماً دائمين أتمين أكملين على محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الطلاب والطالبات حياكم الله تعالى وبياكم وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم معنا في هذا الدرس المتعلق بحفظ آيات من كتاب الله عز وجل وكتاب الله جل وعلا جديراً بالعناية والاهتمام والتعاهد فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفلتاً من الإبل في عقلها لذلك بإذن الله تعالى سأقف وإياكم أيها الطلاب والطالبات مع آيات من كتاب الله جل وعلا من سورة البقرة نقف مع هذه الآيات ونقرأها بإذن الله تعالى قراءة صحيحة ونتأمل شيئاً من معانيها ونؤكد على قضية حفظ هذه الآيات وما في هذا الدرس من مسائل وأمور بإذن الله تعالى كل هذا سيحضر خلال درسنا هذا ولكن قبل أن آتي وإياكم على هذا الدرس أستطلع وإياكم أبرز وأهم الأهداف المرسومة لدرسنا فكونوا معي في استعراض هذه الأهداف إذن على بركة الله جل وعلا إليكم أيها الطلاب والطالبات أبرز الأهداف التي معنا في هذا الدرس أول هذه الأهداف كما هو على الشاشة أمامكم أن يكون قصد الطلاب والطالبات الأول ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى لأن الأعمال بالنيات وقراءة القرآن وحفظه من أجل القربات وأعظم الطاعات فيستحضر الطالب والطالبة أن يكون قصدهم وجه الله جل وعلا وابتغاء ما عنده في تكرار الآيات وحفظها وتعاهدها فإن ذلك يحصل به الأجر من الله سبحانه وتعالى نأتي على كذلك الهدف التالي لهذا وهو أيضا هدف في غاية الأهمية وينبني عليه حفظ الآيات لا يمكن للطالب والطالبة أن يحفظ الآيات دون أن يتلو هذه الآيات تلاوة صحيحة خالية من الأخطاء إذن قبل أن تشرع في حفظ مقطع من كتاب الله جل وعلا لا بد أن تقرأ هذا المقطع على شيخ متكن حتى تسلم من الأخطاء سواء لحن الجلي أو اللحن الخفي إذن هذا أيضا هدف ثاني من الأهداف المرسومة لهذا الدرس آتي وإياكم أيضا إلى هدف آخر من الأهداف المرسومة لهذا الدرس وهو أن يطبق الطلاب والطالبات أحكام التجويد نعم التجويد هو التحسين هو رونق التلاوة وجمالها فلا بد أن يعنى الطالب والطالبة بأحكام التجويد ما يتعلق بأحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الممي الساكنة وأحكام المدود والغنى ومخارج الحروف وصفاتها كل هذا لا بد أن يكون حاضرا لمن يقرأ كتاب الله تعالى خاصة إذا أراد أن يكون حافظا لهذه الآيات أيضا من الأهداف المرسومة لهذا الدرس وهو الرابع أن تكون تلاوة الطالب والطالبة بتدبر وخشوع لأن الله تعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك لماذا؟ ليتدبروا آياته كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته فالغرض من تلاوة الآيات وحفظها هو التدبر والعمل بها لذلك يحصن بالطالب والطالبة أن يعنى كل واحد منهما بالتأمل في الآيات والنظر في معانيها أيضا من الأهداف المرسومة لهذا الدرس وهو الخامس أن يحفظوا الآيات بإتقان وهذا هو لب الدرس وهو بيت القصيد كما يقال فيكون حفظه حفظا متقنة كما أسلفنا في مقدمة الدرس أن القرآن يتفلت وقد شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بتفلت الإبل في عقلها الإبل مربوطة تحاول فك الرباط القرآن يتفلت من صاحبه مما ينبغي للطالب والطالبة أن يعنى كل واحد منهما بالحفظ بإتقان وكل له طريقته كل له طريقته في الحفظ وأبرز وأهم وأفضل الطرق للحفظ هو التكرار تكرار الآية التي يراد حفظها ثم التي بعدها تكرر مع التي قبلها وهكذا مع التكرار يحصل بإذن الله تعالى الإتقان أخيرا أيها الطلاب والطالبات ومع الهدف السادس من أهداف هذا الدرس وهو أن يميز الطلاب والطالبات بين المتشابه في الآيات هناك آيات يشبه بعضها بعضا هناك اختلاف يسير في بعض الآيات في حرف من الحروف زيادة أو نقص فيعرف أن هذا الموضع في هذه السورة يقرأ بهذه الطريقة وذلك الموضع والاختلاف بينهما كذا فإذا اعتنى الطالب والطالبة والحافظ بشكل عام لكتاب الله جل وعلا بالمتشابه أصبح عنده الإتقان في حفظ كتاب الله جل وعلا إذن هذه أبرز وأهم الأهداف المرسومة لدرسنا كنوا معي قبل أن ندخل في الآيات مع بعض الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها القارئ لكتاب الله جل وعلا فهي زينة وحلية للتلاوة آداب لا بد أن يأخذ بها أبرز هذه الأهداف كما أسلفنا في مقدمة الدرس وذكر الأهداف الإخلاص لله سبحانه وتعالى بأن يكون قصد الطالب والطالبة من تلاوة الآيات وحفظها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى لأن قارئ القرآن يقال له يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها وهذا فضل عظيم لا بد أن يكون هناك إخلاص وحسن قصد لله سبحانه وتعالى أيضا من الآداب التي ينبغي الأخذ بها لمن يتل كتاب الله تعالى وخاصة لمن يمس المصحف الشريف أن يكون طاهرا من الحدثين الأكبر الأصغر حتى يكون ذلك تعظيما لكتاب الله جل وعلا لقول الله سبحانه وتعالى وإنه لكتاب كريم في كتاب إنه لكتاب كريم في كتاب مكنون لا يمسه إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون أيضا من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها القارئ لكتاب الله جل وعلا حسن الصوت فيحسن صوته بالقرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن و لقوله أيضا صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم فينبغي للطالب والطالبة أن يحسن كل منهما صوته بتلاوة الآيات من كتاب الله جل وعلا أيضا من الآداب المهمة أن يستعيد القارئ بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم عند بدء التلاوة لقول الله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإن ذلك حصن حصين بإذن الله تعالى من الشيطان ووساوسه وإغوائه للقارئ يتحصن القارئ من الشيطان الرجيم بإذن الله جل وعلا وآخرا من هذه الآداب المهمة البسملة عند أول كل سورة سوى براءة فيقول بسم الله الرحمن الرحيم إذن هذه جملة من الآداب المهمة التي هي حلية للتلاوة وزينة لقراءة كتاب الله سبحانه وتعالى بعد هذا آتي وإياكم إلى محور الدرس وهو الآيات التي يراد حفظها بإذن الله تعالى ومع المقطع الذي معنا في هذا الدرس نتلو هذه الآيات تلاوة صحيحة ونستمع للتلاوة لقول الله جل وعلا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون نبدأ من قول الله تعالى من الآية الثانية والتسعين نستمع للتلاوة ونرجو من الله جل وعلا الرحمة والمغفرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكان فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسكون أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُوا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون بهذا أيها الطلاب والطالبات قرأنا هذه الآيات الكريمات من هذه السورة المباركة سورة البقرة لعلي أقف وإياكم على أمور تساعد الطالب والطالبة بإذن الله تعالى على حفظي وإتقاني هذا المقطع وأول الأمور التي أقف وإياكم معها تمييز الآيات المتشابهة خاصة في هذه السورة هناك آيات مشابهة لبعض الآيات التي قرأناها في هذا الدرس فأقف وإياكم مع هذه الآيات حتى لا يكون عند الطالب والطالبة خلط أو اشتراكم في هذه الآية مع تلك الآية في قول الله جل وعلا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ جَاء مطلع أو جاء مثل مطلع هذه الآية في أول السورة ولكن هنا قال وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ فبعد قوله الطور جاء الأمر بقوله تعالى خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ فبإمكان الطالب والطالبة أن يجعل لهذه الآية ما يميزها عن السابقة وأيضا من الأمور التي تعين الطالب والطالبة الذين يريدان حفظ هذه الآية أن يربط الآية بما قبلها فهذا نوع تمييز بين المتشابهات فهذه الآية جاءت بعد قوله جل وعلا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ فإذا عرف الفرق بين الآيات وبين المواضع أمكنه بإذن الله تعالى أن يتقن الحفظ وأن لا يكون عنده خلط بين المواضع وبين الآيات أيضا موضع آخر في هذه الآيات يكون فيه نوع اشتراك أو تشابه لا بد للطالب والطالبة أن يقف عنده في قول الله جل وعلا فَتَمَنَّوُوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَيَّ تَمَنَّوْهُ أَبَدًا جاء في سورة الجمعة في قول الله جل وعلا فَتَمَنَّوُوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا فهنا هناك في سورة الجمعة لا النافية وهنا لن النافية هناك قال وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ ألاحظ هناك جاء الفعل بإثبات النون يتمنونه هنا بحذف النون ولي يتمنونه لأن لن ناصبه فيميز الطالب بين هذا الموضع وذاك الموضع بهذا الأمر يعرف أن البقرة فيها لن والجمعة فيها لا النافية وقد يكون للطالب أو الطالبة تمييز آخر المهم لا بد من العناية بالمتشابه من كتاب الله جل وعلا أيضا في هذه الآيات في قول جل وعلا ولما جاءهم رسول في هذه السورة سبق أن جاء قوله جل وعلا ولما جاءهم كتاب من عند الله فهناك ذكر الكتاب وهنا ذكر الرسول قال ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا أما هنا فذكر الرسول ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبد فريق فلا بد أن نعرف الفرق بين الآيتين حتى لا يكون عند الطالب والطالبة اشتراك وتشابه بين الآيات هذه أمرز المواضع التي قد يكون عند الحافظ لكتاب الله تعالى تشابه بينها فإذا عرف الآيات المتشابهة وميز كل موضع عن الآخر أمكنه بإذن الله تعالى الإثقام والحفظ أيضا من المسائل المهمة وهي الطرق المناسبة جدا للحفظ تكرار الآيات فنأتي مثلا إذا أردنا أن نحفظ هذا المقطع فنحفظ الآية الأولى الثانية والتسعين حفظا متقنة وكل بحسبه يكرر الطالب الآية مرتين ثلاث مرات كلما بلغ إلى مستوى الإتقاد ينتقل الآية التي بعدها الثالثة والتسعين ويربط الآية الثانية بالتي قبلها ويكون التكرار هكذا حتى يأتي على المقطع كله فإن هذه الطريقة من الطرق المعينة بإذن الله تعالى على الحفظ والإتقان هناك طريقة أيضا مهمة جدا ويعتني بها الحافظون لكتاب الله جل وعلا وهي قراءة الآيات التي يراد حفظها في الصلاة في السرية في السنة الرواتب في قيام الليل فإذا كان عندك أيها الطالب مقطع من المقاطع التي تريد حفظها بعد أن حضرت الآيات وكررتها تصلي مثلا ما شاء الله أن تصلي في الليل ركعتين أو أربع ثم تقرأ بهذه الآيات بعد الفاتحة فإن هذه الطريقة من أفضل الطرق التي تعين الحافظة على الضبط والإتقان هذه بعض الطرق والوسائل أربما يكون عند الطالب والطالبة وسائل أخرى لكن المقصود أن يصل إلى الهدف الأسماء وهو إتقان الآيات وحفظها نأتي أيها الطلاب والطالبات على مسائل أيضا مهمة تعين على الحفظ وهي العناية بالتجويد فيعتني الطالب والطالبة بتجويد الآيات نأتي على هذه الآيات التي معنا نقف على شيء من الأحكام التجويدية التي لا بد للطالب والطالبة أن يعنى كل واحد منهما بها في قول جل وعلا ولقد جاءكم لاحظ معي هنا في حرف الدال المميز بلون الأزرق لاحظ أن هذا الحرف ساكن وهو من حروف القلقلة قطب جد فلابد أن يقلقل ولا قد ولا قد لاحظ معي ولا قد فيقلقل الدال كذلك عندنا في قوله جل وعلا وأنتم ظالمون هنا ميم ساكنة أتى بعدها حرف الضاء والضاء من حرف الإظهار الضاء من حرف الإظهار فلابد أن يظهر الحرف وأنتم ظالمون وكذلك في قوله تعالى وأنتم نون ساكنة أتى بعدها حرف التاء والتاء من حروف الإخفاء فيخفي النون عند حرف التاء فيقرأ وأنتم ظالمون نأتي كذلك إلى قوله جل وعلا بقوة واسمعوا هنا عندنا تنوين عبارة عن كسرتين جاء بعدها حرف الواو والواو من حروف الإضغام بغنة فلابد من تحقيق الغنة في هذا الموضع بقوة واسمعوا كذلك من الأحكام التجويدية في هذه الآية وهو ما يتعلق بالمد المنفصل في قوله جل وعلا ما آتيناكم ما آتيناكم فلابد أن يمد هذا المد بمقدار أربع إلى خمس حركات هذا ما يتعلق بهذه الآيات كذلك مد الصلة عندنا في قوله جل وعلا يأمركم به مد الصلة عبارة عن كسرة جاء بعدها ماذا؟ همزة قطع فإذا وجد بعد الهاء المكسورة أو المضمومة إذا جاء بعدها همزة قطع فإن هذا من قبيل المد المنفصل فيقرأ بِسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ هكذا يقرأها بمقدار أربع إلى خمس حركات كذلك نأتي على المقطع الذي معنا أيضا في آية أخرى لنعرف شيئا من الأحكام التجويدية التي تضفي على القراءة جمالا وحسنا في قوله جل وعلا وَلَنْ يَتَمَنُّوهُ فعندنا نون ساكنة في قوله لن جاء بعدها حرف الياء والياء من حروف الإضغام بغنة وَلَنْ يَتَمَنُّوهُ فالإتقان والضبط مع التجويد يكون ذلك بإذن الله تعالى عونا للطالب والطالبة على إتقان وحفظ هذا المقطع هذا ما تيسر ذكره حول الأمور المتعلقة بهذه الآيات ولا يخفى على شريف علمكم أيها الطلاب والطالبات العناية بما تحويه الآيات من معاني فيقف الطالب والطالبة على معاني هذه الآيات وهذا من أفضل وسائل المعينة على الحفظ بأن تقرأ تفسير الآيات ولو أن تقف على الكلمات تعرف الكلمات الغريبة في هذا المقطع فتعرف معناها هذا يسهل عليك بإذن الله تعالى حفظ وإتقان الآيات هذه بعض الأمور متعلقة بهذا المقطع أسأل الله جل وعلا لولكم التوفيق والإعانة وأن ينفعني وإياكم بكلامه وأن يكون كلامه جل وعلا وبيعا لقلوبنا وجلاءا لأحزاننا وذهابا لهمومنا وغمومنا وفي الختام أيها الطلاب والطالبات أشكر لكم طيب المتابعة وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته